مشروع أمبو بيلغاز المغرب نيجيريا يصل مراحل متقدمة بفضل إرادة المغربية نيجيرية المشتركة على تنزيل هذا المشروع خدمة لشعوب القارة الإفريقية وبعد أن وصل المشروع إلى المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية قبل الإنجاز أعلنت شركة النفط الوطنية نيجيريا استثمار 12 مليار و 500 مليون دولار وترغب شركة النفط الوطنية نيجيرية من خلال هذا الاستثمار إلى تامين حصة 50% بالمشروع الهيكلية وقال المدير العام لشركة النفط الوطنية نيجيرية مالاميلي كايري إن المشروع يوجد في المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية قبل الإنجاز ويخضع لتقييم الأثر البيئي والاستطلاعات بشأن حقوق العبور المسؤول النيجيري أوضح أن شركة النفط الوطنية نيجيرية تستغل احتياطة غاز طبيعي تبلغ أكثر من 200 مليار قدم مكعب ويمكن أن تصل إلى 600 مليار قدم مكعب ووصلت الدراسة المتعلقة بهذا المشروع الضخم لمرحلة متقدمة وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في الأشهر الأخيرة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ونيجيريا والمغرب كما أبرمت مذكرات تفاهم بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية المعنية بالمشروع الطاقي الكبير مشروع طاقي واعد لدول غرب إفريقيا يأتي في سياق رؤية الملك محمد السادس لتحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجسماعي للقارة الإفريقية ويهدف أنبوب الغاز المغرب نيجيريا إلى خلق سوق إقليمي للطاقة الكهربائية والسغلال الطاقة النظيفة إضافة للمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية للبلدان التي سيعبر منها المشروع ويعد تطوير مجالات الزراعة والصناعة والمعادين من أبرز الأهداف العامة للمشروع الطاقي ترجمة نانسي قنقر